تبيعة العلاقة بين الدولة الأردنية وحماس كانت مبنية على كما قيل وأريد أن تؤكد لي أو تنفيلي هذه المعلومة على اتفاق شفهي وليس مكتوب وغير موقع بين قيادة حماس والمخابرة الأردنية عام 1993 بموجب هذا الاتفاق الشفهي أكرر يسمح لها بالعمل في المجال السياسي والإعلامي دون الخوض في أي مسائل عسكرية خصوصاً طلاقاً من الأراضي الأردنية هل أخل أحد من الطرفين بهذا الاتفاق ونسأل بتحديد حماس هل أخلت بهذا الاتفاق أنا في رأيي أنها لم تخل لم تخل حتى إذا حدث تصريح هنا ولتصريح هناك أنا لا أعتقد أنه يعبر عن الإخلال لكن الظروف تغيرت وأصبحت الضغوط يعني شديدة وخاصة يعني أمريكا طالت عصاها بعد ضرب العراق أنا باعتبر أنه نكبة العراق يعني نكبة من نكبات الرئيسة لهذه الأمة ولذلك هذا التدخل الأمريكي في الوطن العربي الآن هذه المعاهدات كان لها دور هذا التصريح الذي يحدث هنا وهناك وتصير مراجعة دبلوماسية بين تل أبيب وبين بلد من البلاد يعني في نظرك لم يحدث أي خلال أو إخلال بهذا الاتفاق على لقم طرف حماس أنا أعتقد أنه حماس ظلت ملتزمة وبأن معركتها على الأرض الفلسطينية وعدم التدخل بشأن الأقطار الأخرى